يا صباح الجمال والسعادة وكل حاجة حلوة. مفيش احلى من ان الواحد يصحى الصبح ويفطر كده بخبز او بعيش لسه مغبوز وفرش كده. ريحة المغبوزات او ريحة العيش في البيت اصلا كلها خير. هنعمل النهاردة بقى خبز اسفنجي زي ما انتو شايفين كده. شكله ولونه وطعمه وريحته رغيبة. عرفكم كمان ازاي يتنفخ معكم كله. ولا واحد مش هينفخ معاكم حتى لو كنتم مبتدئين. اصبط مقادير واحسن مقادير ممكن تعملوا بها عيش ويبقى مضمون ان هو ينتفخ معاكم ويطلع معاكم زي الفيديو كده بالزبط. بس قبل ان اكتدي الفيديو. لو اول مرة تشوفوني. انا اسمي نادية. ما تنسوش تشتركه في القناة. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج ست كوبات من الدقيق دي عادي جدا متعدد الاستعمالات. هنحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين صغيرين من الملح. هنقل بقى المكونات الجفة دي كلها مع بعضها لحد لما نتأكد ان البيكنج باودر والملح والدقيق اختلطوا كلهم كويس جدا. دلوقتي بقى هنجهز الخميرة بتاعتنا. هنحتاج كوباية من المياه الدافعة. هنحط عليها معلقة كبيرة من السكر. معلقتين كبار من الخميرة الفورية او خمسة واربعين جرام من الخميرة الطبيعية. لو عايزين تستخدموا خميرة طبيعية هيبتباع حلو برضو في العيش. ربع كوباية من زيت الزتون او زيت عادي مش مشكلة. هنقلب بقى الخميرة مع السكر والزيت كده نديهم تقليبة حلوة كده هوت وندوبهم. وبعد كده بقى هنحط الزبادي. علبتين وربع صغيرين من الزبادي. اللي هي العلبة الصغير مية وسبعين جرام. انا اسفة. الطبق واعملني. انا عارفة انه اللقطة دي ممكن تخدكم. آآ وهكتب لكم وزن الزبادي بالزبادي بالزبادي حتى الفيديو. هنقلب كده هو التاني وندوب الزبادي وبعد كده هنحط دي بتاعنا او المكونات الجفة بتاعتنا يعني بالتدريجة على مرتين او تلات مرات. انا حطيت نص الكمية دلوقتي وهقلب. وبعد كده هرجع احط آآ النص التاني. هحط منه برضو حبة صغلنا وشلت حبة كده على جنب وهقلب وبعد كده في الاخر ضفتهم برضو. هما ست كوبايت دولار هيبقوا مظبوطين جدا جدا على السوية اللي احنا حطنا. اول ما حس ان هي خلاص مش هينفعة تتقلب بقى وبدأت تتقل هبتدي عجنة. بصوا اول ما نبتدي عجنها كده بصوا هيبقى شكلها آآ ملاخف كده والعجنة متقطعة وشكلها غيتت كده ومش وشكلها غريب كده. طبعا احنا هنفضل نعجم فيها لحد لما تنعم ويبقى شكلها ناعم معنا. لمدة تقريبا خمس دقيق ولا حاجة. عاجة انتهى بقى خمس دقيق لحد لما نعمت شايفين نعمة وبتلزق في الطبق زي ما انتو شايفين كده. انا عاوزة العجنة تبقى كده. تبقى بتلزق كده شوية قوامها ناعم كده خالص خالص وطرية خالص. يعني مش بتلزق بشكل آآ اللي هو يعني ايدي تطلع فيها عجين لأ برضو ايه. دايما بتلزقش قوي بس في الطبق بتلزق خالص وزي ما قلت طرية جدا. في الطبق بقى حطيت شوية زيت وهحطها واسبها لشخاطر تخمر لحد لما يتضعف حجمها انا ولعت لامبة الفرن وحطتها في الفرن اخدت تقريبا ساعة لحد لما خمرت وحجمها الضعف. ده شكلها بعد ما خمرت. بصوا شكلها عامل ازاي وشايفين دلوقتي نعمل ازاي طبعا الزيت هيخليها سهلة جدا ان احنا نتعمل معها دلوقتين. شوية الزيت اللي في الطبق دول خلوها زبطت كمان. بصوا عاملة ازاي? بجد قوامها رهيب. مش ممكن. هنقسم بقى العجينة دي من عشرة لخمستاشر او ستاشر قطعة على حسب حجم الغيف اللي انتوا عاوزينه. انا عاملت معايا خمستاشر الغيف. بس انا بقى ايه مش بقطعها كلها مرة واحدة لان ايه انا مش عايزها تريح مع بعضها لانها طرية جدا فبقطع كده اربعة واكورهم بسرعة وارجع اقطع اربعة كمان واكورهم وهكذا. علشان خاطر بصوا شايفين طرية ازايش خد ما يرجعوش يلزقوا في بعض هي الطرية بتلزق شوية. مش كتير قوي شايفين بتعامل معاها عادي بايدي من غير دي ولا حاجة. زي ما قلت شوية الزيت اللي احنا حطناها تخمر فيهم دولة تساعدوا ان هي تبقى تمامي يعني. بقفلها وبكورها زي ما انتم شايفين كده هوت لحد لما خلصت الكمية كلها. دلوقتي بقى هنحطها على حاجة ونغطيها بورق شفيف عشان خاطر ما تنشفشو متعملش طبقة من فوق. ونبتدي بقى نفرد فيها واحدة واحدة بس هنغطيها علشان خاطر هتاخد وقت طبعا على ما نفرد الكمية كلها فعشان خاطر الكور دي ما تنشفش. احتاج الدقيق دوها رشة خفيفة. يعني انا بدأت الاول افرد لقيتها هتبتدي تلزقك كده رحت من ديها رشة ديق يعني على قد ما تقدروا ما تزودوش ديق كتير عشان خاطر تفضل طرية ومتنشفش قوي. احنا عاوزينها هيبقى سمكها كده مش رفيع قوي ما ترفعوش رغيف جامد ولا ترققوه جامد. عاوزينه يبقى في شوية سمك زي ما قلت علشان يطلع شكله زي ما شفته في الاول. فشوفوا انا بفردها وبس ما براققهاش قوي ما بضغطش عليها كمان بالنشابة جدا يعني ما بدوسش قوي بالنشابة ما ما بنزلش بتقولي جامد عليها. بالراحة خالص بتعمل معاها بنعومة. شايفين السمك? هو ده. وطبعا كل ما بفرد آآ رغيف بحطه وبغطيه بقماشة وارجع اكمل يعني يفضل مضغطي ما تسيبوش برضو مكشوف. وهسيبها بعد كده بقى مضغطية بالقماشة دي ترتاح لمدة نص ساعة. هتخمر شوي زي ما انتم شايفين كده. هتلاقوه نافخت كده شوي. بتدوا بقى اشتغلوا فيها. في طاصة بقى سخنة بس النار تكون متوسطة مش مولعة قوي. المهم انطسة تبقى سخنة. ونحط الرغيف. واول ما يعمل فقاقية خفيفة نقلبه عن ناحية تانية. بعد ما نقلبه عن ناحية تانية هيبتدي ينفخ. القلبة التالتة بقى هيبتدي ينفخ اكتر. ممكن من القلبة التانية ينفخ. ممكن من القلبة التالتة ينفخ. المهم انهو هينفخ ما تلاقوش كله هينفخ. بصوا حاسيت ان التاصة سخنة اوي بتطلع ضخام فهدتها شوية. يعني طول ما انتم واقفين بتزبطوا الحرارة بتاعتكم. سخنة اوي مش هينفخ معانا. فاحنا عاوزينها ما تبقاش مولعة نار. عشان ما تلسعهوش وما ينفخش في الاخر. لأ. هنزبط الحرارة بحيس ان التاصة تبقى سخنة يعني النار تبقى متوسطة والتاصة سخنة في نفس وقت مش مولعة. بصوا. التاني بقى كده الحرارة مصبوطة. اول ما نفخ رحت قلبة على الناحية التانية. وبسيبه كده شوية. يعني خمسين سانية ولا حاجة. وقلبه القلبة التالتة هيبتتي بصه هتبص لقوه بدأ ينفخ. وده التالت نفس الكلام. حطيته وبدأ ينفخ رحت قلبة وهسيبه شوية. حتى لو ما نفخش في القلبة التانية القلبة التالتة هيبتتي ينفخ معنا بصه. لو حاسيته ان في بخار طالع من الجنب بص انا حاسيت ان ده في بخار طالع من الجنب. فمعنى كده انا في صقب. فسديته او قفلته رح نافخ معايا. فاخدوا بالكم بس ايه اه لقتوا ما بينفخش تدوروا ازا كان في حاجة منفسها فيه او فيه خرمة او حاجة اقفلوها علشان خاطر البخار يتحبس جوبه ويبتدي ينفخ معنا. بس هو هينفخ كله ان شاء الله معاكم وهيطلع معاكم مظبوط جدا. ولونه هيبقى زي ما انتم شايفين كده وهيبقى سفنجي وطاري زي ما انتم شايفين. وليكم واحد كمان بصوا حطيته اول ما نفخ اهم حاجة النهار متبقاش مولعة ولا هادية قوي. تبقى متوسطة والطاسة سخنة. بصوا نفخ ازاي? تمام جدا. كلهم نفخوا. مفيش غير واحد بس اللي انا ضغطت عليه جيمت ايه وانا بفرده فلزق في بعضه بقى ده. وبرده كان حلوي جدا. شايفين شكلها بقى عامل ازاي? اوليكم بقى كمان شكله من جوة. مفتحناهش هفتح لكم بقى كزا واحد بصوا شايفين? ده واحد فتح لكم بكل الطرق. واحد فتحته كده بايدي والتاني بستيكينة بصوا شايفين من جوة عامل ازاي? شايفين العرق بتاعه? رهيب احلى من الجاهز بكتير جدا. وعرف كده ما ياخدش وقت. وده هفتحوا بقى من غير سكينة. يعني وريكم كل وده بس كينة بس فوق البورد. عشان تشوفوا كل حاجة. شايفين بقى عامل ازاي من جوة? طبعا اه في منهم مسلا كان ساميك شوية. اللي هو كان فضل تخين شوية ما رققتوش قوي. وفي منهم اللي هو كان رقق شوية فبقيت مسلا طبقيت العيش رقيقة شوية. فتي حاجة ترجع لكم. المهم ان انتو ما تفعصوش وانتو بتفردوه. شوف انا فتحت لكم انا تقريبا فتحتهم كلهم. ما زبتش واحد ما فتحتهوش. طبعا ده بقى بالنسبة لنا. عشان انا طبعا مش مش في مصر العادة في امريكا. فطبعا يعني العيش ده بقى نفسي فيه جدا. يعني حتى مهما كبناه من هنا من بره. اللي مخبوز في البيت ده حاجة تانية. لو عندكم بقى ردة ممكن كمان برضو تتعملوه بالردة. هيبقى حلو جدا برضو نفسي للطريقة بزبط وعطاسة وكل حاجة. وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتليه رأيكم فيها. نزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية فيديو جديد.